صحافة بلا قيود، صحافة بلا رئيس تحرير، صحافة بلا أعمدة مختلفة، صحافة من غير تأسيم للمواضيع اللي بتتقدم شكلها كانت ايه الصحافة دي؟ يعني هل حراتك وحراتك بتقراها؟ اتبسطت؟ جد اتبسطت؟ استبتعت؟ جد حسيت انه مثلاً احنا لو في جزء من الصحافة بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها مش موجودة هتكون ألطف؟ هتكون أحسن؟ انا حبيت التجربة الصحافية بتاعته حبيتها جداً اه تأيمها كم من كم؟ تأيمها بخبرة حضرتك باللي طلع منهم باللي قريته تأيم كم صحافة المجانين وتأيم كم صحافة المساجين كم من كم؟ اظن المساجين كانت أقوى المساجين كانت أقوى اه لأنه مفيش خلاف على جودة العقل أو السفة في العقل مفيش تشكيك مفيش تشكيك في المنطقة دي الحاجة التانية انه كان فيهم اسماء معروفة بالمناسبة اسماء كبيرة يعني ايوة يعني كريم ثابت كان بيكتب في مجالة السجون ده مستشار مارك فاروق مم فكان فيه اسماء مهمة بتكتب اكيد اه فأظن الصحافة الأقوى كانت المساجين اوكي مش المجانين اوكي لكن الأكثر اختلافاً الليت بمفهوم العصر كانت صحافة المجانين صحافة الليت أكتر اه اه كانت مختلفة شوية في السجن اه كانت مجالة اسمها اخر زمن اه كانت مختلفة عن كل تجارب السجن يعني كل تجارب مجلات السجن كل باقي المجلات مجلات جدة جدا مجلة دي كتساخرة جدا 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 اه فاليها يعني مشتركة مع المجانين في الحس ده اه اه اتكلمت كمان عن رأيهم في الإرهاب في التسعينيات اه وان هما كان عندهم وجهة ناظر خاصة جدا بزرح في الفترة دي او تحديدا اللي كنا بنمر بيها اه اه بالاخبطة وإرهاب وكان رأيهم ايه عن الموضوع ده وكانوا شايفينه ازاي وعبروا عنه ازاي كانوا رفضينه طبعا اه والفكرة كانت ازاي الناس دي مدركة انا قد تعاوز اباين الناس دي مدركة اللي ما يدور حوله اه سواء جوه او بره ايو الحاجة التانية انه قادريني كمانه رأي ايو فما تقدرش تقول ان ده مجنون في المفرق ميميزين الحلوة من الوحش بالزبط ميميزين الدار من النافع بالزبط ايو فما تقدرش تقول ان الناس دي مش مدركة ايو او الناس دي اه لانه المفهوم السائد عن المجنين ايو انه في مشكلة ايو ده مش حقيقي فكت عاوز اباين ده الحاجة التانية حتى لو مجنين يعني ايو ده حاجة مش حلوة بس بس ما يجي مجنون كمان يقولها لك فتخليك تلتفت انه انه حاجة قاسية او مؤزية كان عند حضرتك برضو جزئية مهمة في الكتاب ويمكن دي برضو لفتت انتباهنا بشكل كبير جدا وهي الحوارات التخيولية اللي حضرتك اعملتها وتخيلتها واتطرحت في الكتاب ممكن نشرحها للمشاهد ده كان انا كنت نفسي اقرر تجربة المجنين يعني اعمل مجلة النهاردة بالمجنين فما قدرتش اعمل ده لأسباب مختلفة اوكي فقررت ان انا اعملها بالاقرب ناس شبيهة للمجنين ربما يزعلوا مني بس بس اقرب شريحة للمجنين ايو هم المبدعين يعني وفيه قراء كتير بتقول ده على فكرة المبدع ما بيضايقوش انه يتقالعلي انه مجنون في ابداعه ما بيضايقوش واحيانا بجد ما بيضايقوش يعني لما تشوف فنان وتقوله انت مجنون تمثيل لما تشوف كاتب وتقوله انت مجنون كتابة ما بيضايقوش بالعكس ده اه اغلب الناس كده احيانا بيديله يعني اضافة بانه هو واصل لحتة غير ومش عارف يوصل الله اه فعموما هم مقارب شريحة فعلا للمجنين ايو وفيه كتير بيأكد على ده ايو بتأكد ده ترجمة نانسي قنقر